السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألم أسفل الظهر من المشاكل المنتشرة جدا اليومين دول وتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أهم عشر أسباب لألم أسفل الظهر النهاردة هقولك إزاي تعالج ألم أسفل الظهر في عشر نقاط مهمين جدا أول حاجة في أول يومين لازم ترتاح لازم ترتاح من أي مجهود تعمله تاني حاجة اعمل كمدات دافية على الظهر كمدات الدافية بتتعامل إزاي إما باستخدام دش مباشر تقف تحت الدش من خمسة إلى عشر دقايق أو فوطة مبلولة في مية دافية وتحطها على الظهر استخدام الكمادة اللي هي بتتباع في الصيدليات ما بتديش فايدة زي الدش المباشر أو الفوطة المبلولة تاني حاجة استخدم مراهم مرخية للعضلات زي مرهم أفلون استخدمه مرتين في اليوم بعد الكمادات الدافية لكن أوعة تدعكه يعني ممنوع التدليق مجرد أنك تحطه على الظهر بعد الكمادات بعد ما تنشف ظهرك حط المرهم بدون ما تدلقه لأن التدليق الزيادة بيزود الالتهاب ويزود الألم ويزود تقلص العضلات رابع حاجة استخدم أقراس مضادة للالتهاب زي أقراس الروفيناك دي اللي هي الفوارة خمسين ميلي جرام مرتين في اليوم بعد الأكل خمس حاجة استخدم كابسولات ريلاكسون المرخية للعضلات ثلاث مرات في اليوم وممكن تبدأ بكابسولتين الأول بعد كده كابسولة ثلاث مرات في اليوم بعد الأكل سادس حاجة استخدم حزام أو ساند للظهر لأول يومين علشان يحافظ على ظهرك من أي مجهود أو أي حركة فجائية سابع حاجة اعمل تدليق خفيف إما باستخدام مرهم الأفالون اللي احنا تكلمنا عليه بتاع مرخي العضلات أو زيت زاتون دافي لكن التدليق يكون خفيف ما تدلقش بقوة تامن حاجة بتاعد عن البرودة والهواء زي المكيف والمروحة تاسي حاجة بعد يومين ابدأ عمل تمرين خفيفة للإطالة وتقوية عضلات الظهر عاشر حاجة استشير الدكتور لو القلم استمر معك أكتر من يومين لأنه ممكن يعملك شاعة ممكن يكشف عليك يشوف إيه المشكلة جايز يكون المشكلة حاجة تانية محتاج علاج أزيد أو محتاج تدخل أكتر من كده بالنسبة للتمرين أسفل الظهر لو عايز تحصل على تمرين أسفل الظهر هسيب لك رابط تحت الفيديو أو في الوصف بتاع الفيديو أو في أول تعليق الرابط ده في القيمة البردية بتاعتنا مجرد ما تشترك في القيمة البردية بنبعث لك على الإيميل بتاعك الفيديوهات الخاصة بتمرين أسفل الظهر أو تمرين علاج الإنزلاك الغضروفي وأسفل الظهر وألم أسفل الظهر وعير إنسا كده يبقى احنا تكلمنا النهار ده عن أهم عشر نقط مهمين جدا علشان تعالج بهم ألم أسفل الظهر بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شعره لغيرك بتمنى ليكم الصحة العافية كان معاكم دكتور طريق تركي استجار جراحة العظام والعناب القدم والقدم السكري سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم وأخذ دعوان أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته